مرة أخرى تجد الحكومة الشرعية والتحالف نفسيهما في مواجهة ضغوط دولية لتعيين لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن فقد هيمن مطلب تشكيل هذه اللجنة على مناقشات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جينيف مطلب وصفه حقوقيون يمنيون بأنه يخفي أجندة سياسية هدفها ممارسة الانتقائية التي تتجه نحو إدانة التحالف وعملياته العسكرية فقط وليس محاسبة الانقلابيين عن انتهاكاتهم التي لا تحصى ضد المدنيين منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 ومع ذلك أنجزت اللجنة الوطنية عاملا كبيرا في الرصد والتحقيق وجمع المعلومات تصميم حكومي على استمرار تفويض اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها الرئيس هادي قبل عامه ودفاعا عن الدور الذي تؤديه ولا تزال خصوصا في مجال الرصد والتحقيق وجمع المعلومات وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أكد أن اللجنة الوطنية لم تعتلقى الدعم المادي والتقني من المفوضية السامية كما نصت عليه القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في دوراته السابقة وطالب الوزير عسكر المفوضية السامية بنقل مكتبها من صنعاء إلى عدن ليتسنى للحكومة التعاون مع المفوضية والاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه قائدة التحالف العربي وعبر سفيرها في جينيف رأت أن الوقت ليس مواتيا لإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن امتثالا لطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سفير المملكة شكك في صحة الأرقام التي وردت في تقرير المفوض السامي بخصوص ضحايا الحرب وما حمله التقرير من اتهامات واضحة بتحمل التحالف وحده المسؤولية الأكبر عن سقوط ضحايا مدنيين في هذه الحرب لم تغادر هولندا موقعها في هذه المعركة وهذه المرة انضمت إليها كندا على نحو يبقي هذه المعركة مفتوحة لدورات قادمة ما يضع اللجنة الوطنية الحكومية أمام تحدي الاستمرار في مهمتها في ظل تصعيد الضغوط بمصادرة دورها القانوني والحقوقي في بلد تعصف به الحرب حتى اليوم موسيقى